موسيقى الراجا جمهورها رسمالها موسيقى من بعد اي جولة كتلعب كانت سنة 1-24 ساعة بس شوفوا هذه الحياة كيف اشغلت دوز خصوصا في المحاط الراجاوي ومع المنافس ديانه ولكن اكيد انه ما كنشي جولة كتدوز الا انك تسمع لي اعود ثاني الرواجة معلم كيف بما كل شيك يعرف الدورة 28 تمت بنجاح ولا شيء اتغير في مقدمة ترتيبونة في ميكانيو فقط على المركز الأول والثاني والتي بكل واقعية هرب سنوات ضوئيات العامد على باقي الفروق الراجل الجيش لعبين في البطولة برو وفراق الأخرين لعبين في الدور المغربي وبعدها باش كيعجبوني شي وحدين لا يمكن القوم يخرجوك يقولوا ليك افضل المعاناة ديانه وعطينا غير الخسارات واحنا في المركز الرابع وهو مع تانينيت اللي كيقولوا هاد الهدرة ساحب المركز الأول والثاني في تينهم قوف فضي النقاط انا بعد اوالله ما بنتو لي في هذا المركز الرابع بل يتمند كاس الفقراء اللي كنتو بغى تشاركو فيه ما كينشد لها غادي نرجعوا لمقدمة ترتيب والاستراع مازال متواصل بفارق نقطة واحدة بين الفريقين من بعد رباح الراجل على طانجة ورباح الجيش على السوال وحنا حاليا لا بعد فقط سوف نعرف بطل المغرب لسنة 2014 بعيدا على الطرول على الضحق الفرق اللي ستداد العام كتباليه كتسحق خصوصا في موسم استثنائي اللي تكسر في أغلب الأرقام سواء في عدد النقاط كأكبر عدد النقاط بحسب البطولة اللي هو سبع السين والذي الرقم حاليا اللي الراجل والجيش سوف يفوته أو سوف يقولوا انه مصلغ ليه بقليم السادي النقاط ثانيا في عدد الأهداف والجيش حطمات الرقم القديم اللي حاليا ليش وصلوا الواحد والصين هدف وحتى من جهة الراجل الكسرات السلسلة الأكبر لها زي من اللي كانت بسبوع عشرين ماتش حاليا الراجل لم يخسره لثمانية وعشرين ماتش ومن الممكن قد يكون رقم جديد هذا الموسم هذا واللي هو موسم بدون خسارة وكي يأتي واحد يقول لك هذا العام هذا البطولة ضعيفة بزير اه يا رضعيفة بالنسبة للفرق اللي من المركز الثالث تحت أما الجوج للولين أغير نساوهم عليك هذا الرجل الموضوع ديالنا واللي هو الرواج اللي يطرع عود ثاني من بعد الماتش دير الراجل وطانجا واللي في العادة بندما يلقى ما يدير قد يقول لك أجي نتافق بس أنا نخلقه موادع جديدة اللي يقول لك طانجا باعت الماتش او داد اللعبة كامل اللي درته باعت الماتش كون ما بعته وش ما عارس ما كان غاد يطرع واللي يقول لك دربت جزائي خيالية واللي يقول لك قيا مرباح فرشها فضل الماتش غد نمشيو نقطة بنقطة وغد نبدأوا بالراجل سرات الماتش غد نجيب شخص عاقل ما كيتفرش في البطولة ما راجوي ما كيشجع الجيش غد تحطني الماتش دير الراجل وطانجا والماتش ديال الجيش والسوال ما تقول لي فينهو الماتش اللي انتك تشك فيه اقصيم بالله تغد يختار الماتش ديال الجيش شبيوت التماركو اللي هواتهم مقنش كنشوفوهم فيهم تبغير تغمض عينك على شي بيت وعلى شي لقطة كتلقى البيت الاخر مورق كتر من نقع هذا جواب فقط على السرحة اللولة ديال طانجا بعت الماتش الناكس قديمشون النقطة الثانية اللي قل لك سيدي ضربت جزاء خيالية بوصرا كربوبي دارت المزيان وعطت الراجل بلانتي مكينج اولا لقطة بلانتي ما تمش الاعتماد فيه فقط على حكم واحد وإنما تم الاعتماد فيه على الفاري يعني القرار ما اتخذش فقط من عند الحكمة بوحدة ثانيا اللاعب ديال طانجا كل شي مشالي مع الرجل ليسريا وكأنه عنده مسكين غير اللي مني اصلا محسوبة هي اصلا لدارت الغلط وثالثا نحن ندعو على ضربات الجزاء واللي اصلا ليك يقول ان الراجل السافدات فرقة ديالو هي اكتر فرقة تصفعله بلانتيات العام والنص من ذلك بلانتيات مكينوش على سبيل المثال بلانتيات الجيش والزمامرة اللي بسباب وجدت رواب بوان في ذلك الماتش واللي بلانتي شافوا غير الحكم بوحده وكانت مورقة ديال بالصحيح اما من جهة الحكم الليك يقولوا بأن اصلا كربوبي دارت المزيان مع الراجل رمكين محسن من رضوان شبه جيد وحكم الفاتل اللي داروا المزيان والبارع وضم صوح تسلل حتى من الرياض ديال القاتل من انتش دوما داروشا الخطل ومي باش بين المشاهد اللقطة فكيقول لك واحد المثال ان كان بيته كمين زجاج لا ترمي الناس بالحجر اما القادية الاخرى اللي كيقول لك السيقاية مرباح ورقها ودارهم في روشا النيفو اللي بانبي مرباح في الماتش دير راجل وطانجا قادر انه يمشي بي المنتخب الجزائري ويكون في اللائحة الجاية وعمره بمدك النيفو حتى لم تتدير راجل والرأيي لكانت غير تكون رخصة تكون على دخونة هذا وكي تحب راسهم ما زالك يلعب معهم وخلقوا وردوز قدام هذا فقط بعض الأجوبة من بعض الصفحات القهوين اللي ما كتلقى ما يدار كتقول اجين تصحب مع الراجلين والمشكل وهو انهم كيبينوا فقط على الخلعة اللي شادهم بالرغم ان البطولة بين يديهم كون كانت انا فرقتي اللولة والبطولة بين يدي والله يمن داف باقي الفروق عند شير البحث ماتشاتي راني غادي نديها اما فاش كتريد الفعائلات ركسبين فقط انك خايف من شيري مونطادة واللي احنا الراجلين براسنا ما كنت تنواش مع فرقة اللي اغلب الرباحاتي جاوب بالانتياج وقد نعود نقول لكم راحنا نلاعبين غير على المركز الثاني وبغي نخرج عامنا فقط بزارو خسارة نهاية هذا الأسبوع هتكون الدورة و كبه الاخير فالبطولة يسخيلات اللي غادي يكون من شنشطاينو الجميل فيهم ماتشاتي وهو انهموا في نفس الوقت واكيد لا يعلمون احنا و ماكونا سيكون ماتش ماتش دير بالبيضاوي ضد الوزة ،